السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتبر الدالة التالية الدالة f بحيث f لx يساوي 5 زائد 3x الكل على 4x زائد 2 f لx تساوي 5 زائد 3x على 4x زائد 2 حدد مجموعة تعريف الدالة f إذن هذه الدالة f لكي تكون معرفة ولا بد أن يكون المقام يخالف الصيفر إذن لا بد ل4x 4x زائد 2 يجب أن يخالف الصيفر لأن المقام إذا كان المقام يساوي الصيفر فهذه الدالة ليس لها معنى أو هذه الكتابة الريادية لا وجود لها ولا معنى لها إذن مجموعة تعريف الدالة f هو يجب أن يكون 4x زائد 2 يخالف الصيفر سنبحث عن مجموعة تعريف الدالة f ثم السؤال الثاني هل يمكن حساب ناقص 1 على 2 يعني هل يمكن أن نجد صورة ناقص 1 على 2 بالدالة f ثالثا أحسب صورة صيفر وصورة ثلاثة أحسب f لصيفر وف لثلاثة إذن حدد مجموعة الدالة f قلنا أنه لا بد أن يكون المقام يخالف الصيفر إذن لنحسب مجموعة تعريف الدالة f قلنا 4x زائد 2 يجب أن يخالف الصيفر 4x زائد 2 يخالف الصيفر إذن نأخذ 4x هذا الطرف منقص منه 2 تبقى 4x أيضا الطرف آخر ننقص منه 2 فتبقى على يدنا يعني الصيفر ناقص 2 يعني ناقص 2 أو مباشرة نأخذ 2 إلى الطرف آخر فتتغير الإشارة الآن نقسم هذا الطرف على 4 وهذا الطرف على 4 إذن 4x قسم 4 تبقى x طرف آخر نقسم على 4 ناقص 2 على 4 الآن نختازل يعني x يخالف أقسم البسط والمقام على العدد 2 إذا قسمته البسط على 2 والمقام على 2 فالكسر لا يتغير فنفس النتيجة إذن فتبقى ناقص 1 على 2 إذن مجموعة يجب على x أن يخالف ناقص 1 على 2 إذن مجموعة التعريف هنا هي هو أن x يجب أن يخالف ناقص 1 على 2 إذن مجموعة التعريف الآن ماذا نقول عنها هي r لأننا نتكلم عن مجموعة r r ننقص منها هذا العدد r ننقص منها هذا العدد ونكتب هكذا إذن ناقص 1 على 2 لا ينتمي إلى مجموعة التعريف ده لا فنقوم ب لدينا مجموعة التعريف دي ايف هي الآن هي r مجموعة r ناقص ننقص منها ماذا ننقص منها ناقص 1 على 2 الناد ناقص 1 على 2 يجعل المقام منعادي إذن هذه مجموعة التعريف ده لا أيضا أو نكتب مثلا كتابة أخرى صحيحة عوضة أن نكتب r ناقص ناقص 1 على 2 كتابة مختصرة وجيدة فنكتب ناقص ما لا نهاية يعني r كلها ناقص ما لا نهاية حتى نصل إلى فاصلة هنا حتى نصل إلى ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 لا تنتمي إلى مجموعة التعريف فنخرجها إذن أخرجت بالنسبة لناقص ما لا نهاية دائما المجال مفتوح إذن ناقص 1 على 2 لا تنتمي قطعا فأخرجناها اتحاد ننقص 1 على 2 مرة أخرى زائد ما لا نهاية هذا يعني أن جميع الأعداد التي تنتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2 مفتوح اتحاد ناقص 1 على 2 مفتوح زائد ما لا نهاية لها صور أما بالنسبة ناقص 1 على 2 فيجعل المقام يستوي الصفر وبالتالي يجب أن نتخلص من هذا العدد ناقص 1 على 2 إذن مجموعة التعريف هنا ننقص منها ناقص 1 على 2 السؤال الثاني هل يمكن حساب ناقص 1 على 2 قلنا أن ناقص 1 2 يجعل من المقام صيفر لأن 4 في ناقص 1 على 2 تعطينا ناقص 2 زائد 2 هي الصيفر يصبح المقام منعادل إذن فلا يمكن أن نحسب ناقص 1 على 2 لأنه يجعل المقام منعادل أو لأن ناقص 1 على 2 لا ينتمي إلى مجموعة التعريف لا يوجد هنا لا يوجد في هذا الأعداد لا يوجد في هذا المجال أخرجناه من هذا المجال أحسب ف للصيفر و ف للثالات إذن نحسب ف للصيفر وف للثالات نبدأ بصورة صيفر إذن صورة صيفر نضرب خمسة زائد ثلاثة في صيفر على 4 في صيفر زائد 2 إذن قلنا خمسة خمسة زائد ثلاثة في صيفر على 4 في صيفر زائد 2 نعم خمسة زائد ثلاثة في صيفر على 4 في صيفر زائد 2 عوضنا إكس بصيفر إذن نحسبه الآن فنجد خمسة زائد ثلاثة في صيفر ثلاثة في صيفر هي صيفر وخمسة زائد صيفر هي خمسة 4 في صيفر صيفر زائد 2 هي 2 إذن صورة صيفر هي 5 على 2 إذن 5 على 2 يسمى صورة صيفر بالدلة F أما الصيفر هو صابق 5 على 2 بالدلة F إذن الآن قمنا بحساب F لصيفر الآن سنحسبه F لثلاثة F لثلاثة F لثلاثة نعود X بثلاثة فتصبح 5 زائد 3 في ثلاثة على 4 في ثلاثة زائد 2 إذن نحسب الآن صورة 3 قلنا هي 5 زائد 3 في ثلاثة نستعمل القوس أو نضرب مباشرة هكذا مع الأسباقية للجمع الأسباقية للضرب عفوا إذا قلنا هكذا فالأسباقية للضرب 3 في ثلاثة 9 زائد 5 وليس 5 زائد 3 ثلاثة 8 أسبق إلى الضرب لنتفادى هذا نضع قوس 5 زائد 3 في ثلاثة أو مباشرة 5 زائد 9 لأن لدينا 5 زائد 3 في ثلاثة يتسعة على مباشرة 4 في ثلاثة زائد 2 4 في ثلاثة 12 زائد 2 خمسة عشر خمسة عشر ولدينا 5 زائد 9 تساوي 14 هنا عفوا 4 في ثلاثة 12 زائد 2 14 وليس 15 لعيد F لثلاثة 5 زائد 3 في ثلاثة يعني 5 زائد 9 تعطينا 14 5 زائد 9 14 بالنسبة للمقام 4 في ثلاثة 12 زائد 2 12 فحصلنا على 14 على 14 الذين البسط يساوي المقام هذا يعني أن الخارج هنا هو واحد هذا يعني أن F لثلاثة F لثلاثة أو صور الثلاثة هو واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته